اهلا بحضراتكم بعد الفاصل كابتن عادل من هوارنا نورك يا كابتن شرف كبير ليه يا والله؟ ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخليك انت مشوارك كان كبير جدا في النادي الاهلي قبل ببدأ بقى نوغوز كده ونتعمق في مشوارك انت طلقت بتحب الكرة ولا جادت معاك بالصدفة ولا ايه بالضبط؟ لا يعني العمر السبعة سنوات تمام سنوات وانا يعني أحب الكرة والنادي الاهلي يعني حب الكرة وحب النادي الاهلي ده يعني والعيلة كلها أهلوية أهلوية وعيلة العيلة وكل العائلات اللي مرتبطة بالعيلة بيه ساعدتك؟ بيه ساعدت For Manives بيه ساعدت انا طلعت حسن انا اللون الاحمر ده بالنسبالي يعني ايه اللي شدك؟ ايه اللي شدك للنادي الاهلي؟ اه اولا من حكم الوقت اللي احنا كنا عايشين فيه كان النادي الأهلي بيدي لك نوع من الإحساس بالوطنية بتحسي ده نادي داخل جوه قلبك من غير حتى ما تنتمي قبل ما تنتمي قبل ما يتقال قبل ما يتقال تحسي ده نادي هو ده بتاعك وده نادي الشعب النادي اللي يعني ما فيش نادي زيه في مصر كلها مين اللي شرفك ومين دايما اللي يخليك دايما حاسس انك انت فعلا مصري هو النادي الأهلي لأن النادي الأهلي نشأ في وقت كان فيه استعمار انجليزي كان موجود في مصر والنادي بيطلع مش عشان كورة وبس لأ ده طالع علشان يقول إن أنا في نادي للمصريين ومنوع أي انجليزي يدخل هذا النادي طيب عند الجزئية دي بقى هتكلم معاك فيها انت لقبت كورة في الشارع ولا في ساحة ولا روحت نادي ولا بدأ انت مكن سنك سياتها سبع سنين إحنا كنا في أنا كنا ساكم في شوبرة شوبرة حدائق شوبرة وكان زمان فيه الشوارع طبعا كان فيه مساحات مساحات وكان كورة الشرار طبعا بس أنا مقعدتش كتير لأن أنا والدي من صغري يعودني إن أنا أخذ القرار وعرف إن أنا من ربين وأنا صغير قوي إن أنا أكبر إخواتي فبالتالي يعني معتمد عليه مديني دايما ثقة يعني مثلا أنا صغير تلاقيه يجيب لي بدلة ألبس بدلة وأنا صغير وأنا طفل يجيب لي بدلة بحارة يعني بدلة الزابط مديني دايما إحساسي إن أنا كبير في السن الصغير فالسبع سنين ثمان سنين أنا قرار إن أنا أروح للنادر أهل إنما إنت إما لعبت كورة في الشارع كان ليك فرقة معينة في الشارع لا الجيران الجيران بنروح وننعب في الشارع لعبتوا دورات رمضانية أو بتاعوا الكلام ده كان لما رحنا شوية في النادر أهل كان فيه حتة كده في رمسيس كان بيعملين إضاءة وملعب رمل وكان بيخشوا بتذاكر فكان ساعات الزملائي يفتك الحد من الزملاتك كان ملاوه معك طبعا كان أصيب الخير كابتن هاني مصطفى ورحم كابتن علي الحل ووجي صليب ده قبل ما تروح للنادر أهلي بعد ما رحنا للنادر أهلي لا أنا أتكلم على الفترة اللي أنتوا قبل ما ما خلاش فيه حد معك من اللقاء لا لا أنا رحت للنادر أهلي ومن خلالها يعني تعرفت مع هاني لأن هاني ساكن برضو ربنا يشفيه ربنا يشفيه طيب أنت لما بدأت تلعب في الشارع هل كان فيه الأسرة كانت مساعدك أنك تلعب في الشارع شوية ولا كان يقولك لأ الدراسة وبشي الدراسة والكلام ده لا هو أنت بتروح في الأليام اللي هي ما بقاش فيها فيها دراسة لأنه برضو المدرسة كانت اسمها حداء شبرة المدرسة كانت يا دوبك تعدي شارع شبرة تلاقي المدرسة وطبعا المدرسة الزمان كانت مختلفة شوية أكيد يعني تلاقي مثلا حداء شبرة دي المطعم جوه المدرسة جوه المدرسة طبعا ومطعم بياخد كل الطلبة وحتى رايحة الأكل حاجة جميلة كان فيه وجبة أساسية في الطلاب وبعدين أوتوبيسات أوتوبيسات بتودي الطلبة وتجيبهم حاجات كانت ترقية جدا طيب مين اللي يفكر وإنت بتلعب في النادي وشافك بتلعب في الشارع وشافك وقال لك أنا هاخدك هل كان فيه كشاف معين أو حد شافك وقال لك هاخدك تلعب في النادي لا 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 أنا رحت انت رحت الواحدة كده أنا رحت الواحدة كده وكان اختبارات وكان اختبارات والله كانت بمانش فاكر ما كانتش اختبارات لا ما كانتش اختبارات لا ما كانتش فيه اختبارات وما اللي يجي اللي يضار في زينة كده وانت بتلعب في الشارع ده نازم يروح النادي الآلي يعني يعني احساسي ان انا كل الناس اللي بتفرج في الشارع والحجال دي كانوا يعني يشيدوا بي ان انا بشوت كويس برقص كويس حاجات كده يعني وبعدين بجري كتير يعني عندي مجهود يعني فروحت النادي قابلتك كابت المصطفى حسين كان سنة كام تقريباً ستين تسعة وخمسين تسعة وخمسية يعني انا فاكرة كانت ان احنا قبل ما تشي الاهل وبنفيكا بطل اوروبا منا هرجع هيرجعلك الماتش ده بس نعرض الحتة الصغيرة اللي انا اللي هي حلقة الوصل انك ما جيت من حدايا شورة ومافيش حد اكتشفك وروحت النادي الاهلي اهلي انت اهلي خلاك برا واحد 확인erوحت النادي الاهلي كده ما خفتش من ما يتبقى فيه اختبارات او فيه اي حاجة ومن اللي قابلك في النادي الاهلي اقول لما دخلت كانش فيه اختبارات زمانية كابتن كانش فيه اختبارات وبعدين بيتبوص عليهم تعالى يا ابني ام الاستمارات على طول كده اه اتنا وهاني واكتر من اتت تعرف هاني ولا مكنش نستعرف لا تعرفت عليه لان احنا من خلال الاختبارات من خلال توجدك في النادي من خلال توجده في النادي وبعدين بعد ما نخلص التمرين نروح مع بعض نروح مع العد الكبري ماشي اه ونبدل نزل على وسط البلد برضو ماشي اه وبعدين نروح بقى نركب ترماية ولا حاجة ترماية كان بشارعة شبرة وهكذا استمرنا في الموضوع ده بس هو كابت مصطفى جميله ده ده علينا كلنا علينا كلنا كلعيبة وكمدربين الرجل ده ربنا ابو المدربين وابو اللعيبة وكل حاجة فيك وابو الاخلاقيات وابو المبادئ وابو الموصل وابو كل حاجة اه والله طيب انت لعبت في النادي لقالي اول مبرارة رسمية لعبتها مع الناشئين كانت ضد مين لا يعني انا يعني احنا مانش فاكر طبعا انما اللي انا فاكره قبل الماتشاة الرسمية كان كان الاهل يوم فيكا في الأستاذ قبل كده بتكونا شرعب بتكونا تلعب وأشبال واحنا صغيرين اه الاهل يوم فيكا في الأستاذ 120 الف وفيه 120 الف وموجودين برا اه الاهل يوم بلعب بطل أوروبا الماتش اللي كان فيه كابتن بدوي consecutوهو وكان إزيبيو وكابتن عادل هيكل وكابتن طارق وكابتن سعيد وكابتن طلعت وكابتن ميمة عبد الحمد الاهلي كذبه 3-2 ده ايو انت لعبته قبل المباراة احنا قبل الماتش ده كابتن مصطفى عمل فريتين فرقة أحمر وفرقة أبيض عملنا طبعا جيم من النادي كان طبعا الجمهور ما تخضتش من الجمهور لا 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 كنا متعودين دايما كابتن مصطفى حسين دايما بيديك نوع من الثقة وانت طالما لبست حتى اللي بيبقى لابس فانيلا وبيضة بأزعلان يعني انت عامل فرقة حمرى وفرقة بيضة اللي بيبقى لابس فانيلا وبيضة بيبقى يعني حاس ان هو يعني فبعد قبل الماتش ما اللعيبة تنزل وانحنا طبعا صغيرين واخدين كل واحد باقة الورد كل اللعيبة نازل نحطها في رقبة الفريق بانفيكا وفريق النادي وانت بتلعب قبل بانفيكا مع الناشئين ما حلمتش كده في وقت من الوقات انك تبقى نجم كبير زي النجوم الكبيرة الكابتن صالح والكابتن بدا والكابتن طاقة والنجوم اللي لعبة الماتش ده كابتن انت في الماتشات بيعيشك في الجو ده اه انت حتى برضو من ضمن حاجات اللي كان بيعملها النادي الاهلي وكابتن مصطفى حسين لما بتلعب ماتش ودي مع الفريق الكبير بيحسسك ان انت يعني ايه بس انت اكبر شوية وانت هتخش لذلك يعني معظمنا لعب 17 سنة او 18 سنة مع الفريق الاول يعني حتى لما جيه مدر باسم بروشتش لو حلاك طبعا سمعت عنه وسامع ما عشرتوش بروشتش النادي الاهلي اتعاقد معاه للفريق الاول وللناشئين فكان بيجي مرنة لذلك كان احيانا ان ياخد منه كان في ملعب المعلمين لو حلاك تفتكب ايوه كان ملعب المعلمين ده كان المستشفى والملعب الحتة اللي جنبه ده كانت ملعب كرة كان مكان الجامع اعلى مستوى وكان الحيطة بروشت ده بيكتب بيعمل يرسم ملعب جول وانت يخلق يقدك ومعاك 7-8 كور يعلمك ازاي تشوت حاجة جديدة بالنسبالك يا كابتن طبعا انت ازاي تشوت وانت المركز السقل وحركة طبعا دكتور كبير وعارف انك انت وانت بتشوت الكورة بتخبط في الحيطة وترجع لك لابد تبقى انت واقف على تراتيز ارد الفعل بتاعك نحس النواية جاية تروح نطاشة نطاشة الشمال والليميد فكان يقولي ادى تعامة 10 ميت شوت فدائما يعلمني في الحيطة دي وده اللي برضو من ضمن الحاجات اللي خلاني بشوت كويس طيب انت عشرتك كابتن صالح سليم في بعض ناس تقولك ايه انا الحمد لله ممكن ناكو على الاواخر كابتن عادي نحنا الجيل بتاعنا في بعض ناس تقولك ايه اللي ما تعملش مع كابتن صالح سليم ما تعملش معايا حد فكورة تقولي على المقولة دي هو مختار التيتش كابتن صالح وطارق وعبد الوهاب نعم يمكن كانوا عرايب كمان او اخوات لا التيتش بالنسبة للكابتن صالح يعني في فيه قرابة فيه سنة قرابة فيه سنة قرابة واعتقد انه زوجة الكابتن صالح والدتها وطبعا هي اعتقد انهم من الاشراف من الاشراف طبعا اه يعني فيه نسب للنبي على السلام على قرابة الصالح فكابتن صالح عمره ما فكر انه ياخد منصر طبعا نوع من التواضع نوع من من الأدب عمره ما يحرك حد اه دايما وهو بينصحك يا كابتن بينصحك من قلبه وبيديك لما تيجي تلعب جنبه عمره ما يتجي تلعب كابتن صالح فيه طبعا في المرحلة اللي يمكن حدك تتكلم عليها بعد كده في فترة العدوان ستة وستين سبعة وستين كرة توقفت كرة توقفت النادي العائلة هي عمل حاجة رائعة كعدته عمل فرق النادي الفريق الأول وفرق الناشئين عمل فرق فرقة أبازة فرقة التيتش فرقة كذا فرقة كذا دا دول داخلي كده دول داخلي الاراد بتاعه يروح مجهود حربي كان بيجيلكو جمهورة يا كابتن عشرين الف خمسة عشرين الف تذكرت بخمسة ساغ يا انا صدفت يعني اعوزوا بالله من كلمة ده انا صدفت ان انا في فرقة كابتن صالح كابتن عادل هيكل وكابتن سعادة ونور دا فرقة مختار التيتش انتو عاملوا معاكو ايه في الملعب؟ يا كابتن انا بلعب مع كابتن صالح كل ثانية ابص الاقي كرة قدامي يعني لو انا عايز اطلعها برا مش عارف اطلعها فبيدهالك باسلوب لو بيسقط وروح اعمل هالك مكنش مغدود وانتو بتلعب مع النجوم الكبيرة لا اصل هو انت النادر الاهلي مش نادي النادر الاهلي مش نادي النادر الاهلي عيلة عيلة تحس ان تخش النادي تحس انك في بيتك من اول الراجل بتاع الامن العامل الست بتاعت دورة المية هو عمرك شفت ان مثلا سكرتير النادي ولا الراجل بتاع الامين صندوق حد بيعملك معاملة غير انه انك انت ابنه او اخوه انا بقول الحمد لله الوحيد طلع لقى نفسه بلعب في النادي الاهلي اه والله يا كتب الله العظيم تلاتة نادي ما احترم كل عندية مصر طبعا انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا طلعت لقيت نفسه بالعب في النادي الاهلي من حقي يا كابت ان انا انا ان انا شوفته انا بقوله وربنا شاهر عليا ان انا الكلام اللي انا بقولته بقوله ده فعلا موجود موش انا بس ان وكل الناس اللي عاشرت النادي الاهلي عاشت في النادي الاه strateg النادر قاله عائلة عائلة طبعا طبعا